أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن شخصية أو عن علم آخر من أعلام العراق جمع بين السيف والقلم كما كان يقول السابق كان مؤرخا كبيرا وعالما جليلا لكنه كان يملك حسا وطنيا تجلى هذا الحس حينما أو كلما تعرضت بغداد إلى خطر من الأخطار كنت تججه يتنكب سلاحه ويخرج ويقود فريقا من أهل بغداد أو حيا من أحيائها في عمل يريد به أن يدافع عن هذا الحياة أو عن مدينة بغداد هذا الرجل محمد سعيد بن عبدالله السويدي كان شخصا يمتلك في نفسه جوانب مختلفة تكشفت لنا واضحة حينما عثرنا على كتاب له لم يكن معروفا وهو موجود في جستر بيتي في المملكة المتحدة سماه حديقة الزوراء بذكر يعني مواليهم من الوزراء كذا عنوان طويل نوعا هذا الكتاب حقيقة لم يكن معروفا لم يكن محققا وقد اطلعنا عليه وحققناه وصدر قبل سنوات فإذا بهذه الشخصية كما تجلت في هذا المخطوط يعني تبهر القارئ بما قامت به من أدوار وما عاشت من ظروف وما أدته من خدمات لهذا البلد كان مؤلفا كبيرا كان عالما جليلا كتب مجموعة من الكتب المهمة قام برحلات عديدة إلى خارج العراق إلى بلاد الشام ومصر والحجاز وغيرها من الأقطار التقى في خلال هذه الرحلات بعدد من متقفية تلك البلاد من تلك الشخصيات الكبيرة مثلا السيد محمد مرتضى الزبيدي شارح القاموس المحيط التقى في دمشق بمؤرخ دمشق المرادي محمد خليل المرادي كان يلتقي بصفوة المثقفين في تلك البلاد وإلى غير ذلك مما سنذكره في تضاعف هذه الحلقة من هو محمد سعيد السويدي؟ هو ابن العلامة عبدالله السويدي مؤسس الأسرة السويدية التي أنجبت عددا غير قليل من العلماء والنابهين أبوه عبدالله السويدي صاحب الرحلة الشهيرة إلى الحجاز التي سماها النفحة المسكية في الرحلة المكية وقد حققنا هذه الرحلة منذ عقد أو يزيد وهذه الرحلة حقيقة تمثل بداية لأن نضج الذي بلغه فن كتابة الرحلات في بلاده ورحلة مهمة تماما وحافلة بالفوائد عن الحياة الثقافية والاجتماعية وحتى الجغرافية في وطنه وفي البلاد الأخرى أخوه عبدالرحمن صاحب كتاب آخر أيضا اسمه حديقة الزوراء لكن ليس هذا الكتاب ذاك حديقة الزوراء في سيرة الوزراء هذا كتاب آخر وإن اشترك معه بالعنوان وهو مؤرخ جليل ألف غير كتاب في تاريخ بغداد هذه الأسرة حقيقة خاصة في ذلك الجيل كانت معلومية بكتابة تاريخ وطنها أسرة مثقفة وكتابة التاريخ والوعي يعني صنوان كان المؤرخون هم مثقفون ذلك العصر يعني يشاهدون ويتأثرون بما يشاهدون ويشهدون على ما رأوا في كتاباتهم فالوعي والتاريخ وكتابة التاريخ كانا متلازمين جمعت هذه الأسرة إذن بين الوعي السياسي بين تسجيل الأحداث والوقائع وبين الدور الوطني الذي يتجلى في كل ما تعرضت هذه البلاد إلى خطر ما كما سنذكر محمد سعيد السويدي هو الأخ الأصغر للمؤرخ الجليل كما قلنا عبد الرحمن السويدي وقد تشارك في معظم مراحل الحياة طيلة وجودهما سوية في بغدان حينما يعني أول الأجوار التي تجلت في حياته حينما حاصر نادر شاه مدينة بغداد وحي الكرخ بالذات وكان الكرخ في ذلك العصر غير مسور إلا بسور أقيم على عجل في عهد حسن باشا وبالتالي اضطرت الأسرة أن تغادر يعني هذا الحي إلى جانب الشرقي الذي كان أفضل أنه كان مسورا في الأقل بينما أبوهما عبد الله السويدي كان يتخذ موقعه بين المنافحين المقاتلين المدافعين عن هذا الحي ذهب محمد سعيد وأخوه إلى جانب الشرقي وأقام بصفة مؤقتة في إحدى حجرات جامع العقولي جامع العقولي جامع قديم موجود قريب الآن من ساحة الرصافي أو من شارع الرشيد أقاما هناك إلى أن تتهى الحصار وعادا المهم أن هذه السيرة يعني في مراحلها الأولى لم تكن تختلف كثيرا عن النشأة المثقفة التي شاركه فيها العلماء النابهون في عصره نعم درس على أيدي صفة من علماء بغداد قرأ العلوم تأثر بالجو العلمي السائد في ذلك الحين هذا كله يشاركه فيه غيره ولكنه انفرد عن أولئك الناس بأنه كان إضافة إلى علمه كان شاعرا كان متقفا بالمعنى العصري لكلمة ثقافة نحن نعرف المثقف بأنه الذي يعني يعرف ما يجري حوله وليس هذا فحسب وإنما ما يجري حوله وله موقف مما يجري حوله هذا هو تعريف المثقف مكتملا يعني فالرجل كان كأخيه عبد الرحمن يتابعان ما يجري حولهما ويسجلان هذا ولهما المواقف المهمة في هذا مما كان يجري حوله حقيقة مثلا من جملة الأشياء التي تميز بها هذا العلم المثقف الكبير أنه مثلا نعم كان قريبا من المعجب ببالي بغداد أحمد باشا ولكن لم يكن يتقرب إليه طمعا بنواله ولم يكن أحمد باشا هذا ممن يجزلون العطاء للشعراء لكنه كان معجبا بهذا الوالي لأنه يعني مثل عنده في نظره نموذج الحاكم العادل الحاكم القوي الذي يمكن أن يدافع عن مدينته ضد أخطار محيقة بها يقصد بذلك أخطار نادر شاه وحصاراته الثلاثة المتكررة لمدينة بغداد فامتدح هذا الوالي ولكنه لم يكن مادح لم يكن مادحا من أجل نواله وإنما إعجابا بدوره وأذكر أن في أحد في أحد القصائد التي مدحه فيها ذكر تعبيرا مهما استوقفني قال وهو يمدحه قال يا روح بغداد أدرك عم حمد السعيد أن لبغداد روح تتجاوز أن تكون مدينة مهلهلة وأسوار يعني بعيفة وإلى غير ذلك ما كانت بغداد في ذلك الحين ولكنه أدرك أن لبغداد روح وكان هو يؤمن بهذه الروح كان تتمثل هذه الروح فيه في سلوكه أضطر عبد محمد السعيد السويدي إلى أن يغادر بغداد مكرها حينما داهمها طاعون سنة 1186 هجرية وانتقل إلى مدن في جنوب العراق حتى انتهى إلى البصرة ثم ذهب إلى الكويت كانت الكويت يعني صغيرة تماما وبلدة صغيرة ناشئة فعاش هناك فترة من الوقت ثم عاد إلى البصرة وسجل وقائع رحلته وهو من أول من كتب عن مدينة الكويت في ذلك العصر يعني الإشارات التي ذكرها وكان يسميها القرين وهو اسم آخر لهذه البلدة وأخوه أيضا عبد الرحمن أيضا قصد الكويت لأنها كانت مدينة نظيفة من حيث تأثر بالطاعون يعني وقضي وقتهما هناك بالتدريس وبالعلم ثم عادا إلى البصرة واضطر هو أو كان راغبا في أن يعود إلى وطنه بغداد ومستقلا السفينة التي كانت تحمل موكب السيدة عادلة خاتون تلك السيدة المحسنة زوجة أول ولاة بغداد من الممالك وهو سليمان باشا الأول كانت هذه السيدة تعطف عليه وتقدر مواهبه فأخذته معها ومعه طبعا عدد من الآخرين في رحلة إلى بغداد وفي بغداد عاش في ظل واليها سليمان باشا الأول سليمان باشا المعروف وأبو ليلى وأعجب بشخصيتها أيضا ليلى سليمان باشا هو صهر أحمد باشا الذي تأثر به وامتدحه كما قلنا وتأثر بشخصيته القوية في ذلك العصر كانت بغداد تشكو من الفوضى التي تحيط بها تشكو من ضعف ولاتها من بعدها عن مركز الدولة العثمانية والدولة كانت تترك هذه البلاد تواجه مصيرها في كثير من الأحيان معتمدة على قواها وقواها هينة فحين ما جاء أولئك الولاد في مطلع القرن الثامن عشر ولاسيما في منتصف القرن الثامن عشر قدر لهم محمد سعيد هذه القوة التي أبدوها في عصر الضعف والخور وقام في أثناء ذلك برحلة وهو يصف لنا على فكرة بغداد حينما عاد إليها وكان الطاعون قد أخذ منها كل ما أخذ يقول لم يبقى فيها إلا سوق واحد سكانها بعد أكثرهم واضطر أن يغادر المدينة وأن يذهب في رحلة إلى بلاد الشام قاصدا طلب العلم هناك لم يكن تاجرا ولم يكن له شأن بما يهتم به من يغادر بلده في ذلك الحين كان عالما وكان يقصد الحج فذهب إلى بلاد الشام وهناك التقى بالصفة من علماء هذه البلاد الطيبة وتباحث معهم في شؤون العلم وفي الكتب وغيرها ولكن شاء القدر أن يقع في أيدي بعض القطاع الطريق وأن يغير مجرى الرحلة يعني لم يستطع أن يذهب إلى مكة وبالتالي بقي في مدينة حلب وطالت إقامته في هذه المدينة حتى أنه اضطر لطول إقامته أن يتزوج من بنات بعض أسرها الكريمة وعاش هناك فترة وهو استغل هذه الإقامة الطويلة أيضا في اللقاء بالعلماء ومثل هذه الشؤون والثقافة وغير ذلك وبعد هذا عاد إلى وطنه بغداد وهو ينوي أن يكرر هذه الرحلة مرة أخرى وقد كررها بعد حين وذهب إلى بلاد الشام مرة أخرى ومن هناك كمل رحلته إلى مصر كان كثيرون من العراقين الذين يقصدون الإداء المناسك يجعلون مصر محطة في الطريق يعني تصور أن الرحلة كم كانت تكلفهم وقتا وجهدا ومالا يذهبون إلى مصر للاقتقاء بعلمائها والأخذ عن شيوخها إلى غير ذلك وقد ذهب هناك والتقى بعالم مصر الكبير اللغوي الأشهر محمد مرتضى الزبيدي الذي اشتهر بشرحه كتاب القاموس المحيط للفيروس أبادي التقى به وكان الزبيدي يقيم احتفالا كل سنة كل ما أنجز مجلدا من شرحه هذا يعني كل سنة ينجز مجلدا من أصل عشرة مجلدات وحضر هذا الاحتفال ووصفه وأجازه أجازه الزبيدي أجاز محمد السعيد السويدي وربما كان هو الوحيد الذي ظفر بهذه الإجازة القيمة التي أجاز بها هذا العالم اليماني الأصل المصري الإقامة اللغوي الكبير لعالم عراقي معاصر ثم كمل رحلته إلى لأداء المناسك وفي كل مرحلة كان يستغل وجوده في تلك المرحلة ليلتقي بهذا العالم وذاك وحقيقة أولئك العلماء يعني كانت الرحلة العلمية هدفهم يعني فضلا عن أداء المناسك وطلب الآخرة لكن كان العلم دافعهم في إطالة أمد هذه الرحلة كان يعني يمكن أن يسلك طريقا آخر ولكن سلك طريق الشام حلب وإلى وثم ذهب إلى القدس ومن إلى نابلس وكل مدينة كان ينزل لبعض الوقت يعني لم يكن مجرد مسافر مسرع كان يبقى ويقيم في بعض مدارسها الموقوفة وفي بعض تكاياها ويستغل الوقت للقاء والالتقاء بأولئك العلماء كانت ثمة ملاحظة ينبغي أن نشر إليها أولئك العلماء كانت تجمعهم يعني وحدة الثقافة وحدة الثقافة يعني حينما كان يختلف مع عالم في دمشق كلاهما يسرع إلى كتاب يعرفانه جيدا أنه فيه حل هذه المعضلة التي يختلفان فيها وحدة المنهج وحدة الثقافة التقارب الشديد بين المناهج الثقافية كان يتيح لهم هذا الانتقال المهم أنه أقام بدمشق في رحلته الثانية عاد إلى دمشق والتقى هناك بمؤرخ دمشق الكبير محمد خليل المرادي صاحب كتاب سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر وتأثر به تأثرا كبيرا وربما هو الذي شجعه على أن يكتب كتابه حديقة الزوراء الذي ذكرنا أنه يعني عين القلادة بين مؤلفاته وهذا الكتاب وصف فيه وهو بعيد عن وطنه العراق أحداث ما جرى في العراق بمعنى أن شهادته هذه كان صادقة إلى حد كبير لم يكن متأثرا لم يكن تحت حكم أي وال ليجامله أو لفلان أو علان كتبه وهو بعيد عن وطنه فأتاح له ذلك شيئا من الحيدة في وصف ما جرى وما كان يجري في بغداد وفي العراق عامة هذا الكتاب يعتبر حقيقة كنزا مهما من كنوز المعرفة التاريخية وخاصة أن يمثل شهادة عيان لعراقي عما حدث في وطنه وهو بعيد عنه بعيدا بعيدا عن ما يمكن أن يتأثر به المؤرخ إذا ما سجل الحدث في تحت سلطة حاكم أو غير ذلك على أي حال عاد محمد سعيد السويدي إلى وطنه أخيرا بعد هذه الرحلات الطويلة وتوفي في بغداد وكتابه هذا مع الأسف لم يصل إلى وطنه العراق إلا أننا عثرنا على نسخته على نسخته عفوا الوحيدة اليتيمة في العالم وحققناها ونشرناها هذا ما أولدنا أن نلقي الضوء عليه على هذا العلم الكبير الذي يحتاج فعلا إلى مزيد من إلقاء الضوء على سيرته الوضاء ولنا حديث آخر في حلقة المقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة